السلام عليكم ورحمة الله يطوك عافية جميعا معكم ابراهيم راشد من دفتمجد ان شاء الله اليوم عارض راح نشرح المحاضرة الرابع لمده الفاينل للانترو بعنوان اصيسينج مثل دولوجيكال كوليتي طيب بسم الله نبليش، الله هل ما يا معلم ازم ما علمنا ويا مفاهم سليمان فاهمنا هو وقت اللقمان حكمة وفصل الخطاب آتنا وفصل الخطاب طيب ايش يعني اصيسينج مثل دولوجيكال كوليتي اصيسينج يعني تقييم، عملية تقييم مثل المنهجية والكواليتي هي جودة يعني عملية تقييم جودة المنهجية التي استخدمناها بشي نتعلمنا بمادة مد انه شو الخطوات اللي لازم استخدامها عساس انه نطلع بريسيرش هسا بدنا نتأكد انه المنهجية التي استخدمناها هاي مناسبة والكواليتي تاعها هالية طيب شوفي عندنا خيارات لما يجي نعمل احنا على الدراسة تاعيتنا شوفي شوفي اشياءات ممكن نعملها بنائة اوترات يعني نكبها بزبار على طول انتروبرت اتس فايننج كوشنسلي او ترست اتكمبليتلي نكبها مباشرة ايش؟ اذا انه كانت واضح جدا انها مش متبعة اي نهجية علمية كل الخطوات ما ملتزمت فيها طوال بتكبها وما تطلع عليها بالمرة اما اذا كانت مثلا فيها شوية كل شي فيها مضبوط اما فيها شوية شغلات انت ايش؟ انت بتيجي بتدقق فيها بكل حذر لحت تتأكد انه امورها تمام اما ترست اتكمبليتلي اذا لقيت انها اذا انك ما قدرت تطلع اي غلطة فيها ولكن انت متبع كل المعايير طيب بيحكيك شو اللي بيحكم بالزبط؟ بدك تسأل خمس اسئلة هذول الخمسة الاسئلة هم يحددون لك انك رح تكبها ولا ارتثق فيها ولا رح تدقيقها شوي فبحكيك اول سؤال اللي هي هل هي اصلية اشيان اصلية انه انه انت البني ادم اقوم فيها ما غشيتها من حدا او ما احدا قبلك عملها هم ماذا تباوت انه انه على مين عملت الدراسة هل هل الديزاين تاعها البناء تاعها المنهجية استخدمتها نيحة محكمة او بش مبنية على أسس علمية هل سيستميك بيحس افويدت؟ هسا معروف انه بأي ريسيرش رح يكون في عنا سيستميك بيحس رح يصير بس بنحاول نقلل منه فبحكي لك هل انت تتجنبت السيستميك بيحس و هل 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 عدد العيني كان كبير بحكينا كلما زاد عدد العيني بزيد الدقة تاعيتها فهل عدد العيني كبير و مناسب لهاي و هل انت قمت فيه لمدة طويلة بحيث انك يعطيك نتائج دقيقة مثلا انا ادي ايه اشوف علاقة الشبس بالسرطان اجيب ناس اقطعهم ليهم شبس و ثاني يوم افحاص لهم هل صارناهم سرطان او لا اكيد باش اشي منطقي لازم يكون على مدة طويلة هاي الخمس اسئلة اساسيات في عنا اسئلة ثانيات اشي منه مشابه لهذه الاسئلة و اشي اسئلة جديدة برضو لازم تخذها بعين الاعتبار لحتى تقبل او ترفض اي باحث بيجيك originality of the study اللي هي حكي عنها الاصالة it means that no one has proved your hypothesis before النظرية هاي ما حدا اثبتها قبلك most research paper tell us that if it more correct or less than before we added our theory يعني هسا كل ال research papers دائما باولها بتلاقي فيها شو هي الشغلات شو الهي 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 اللي هي تدرسها او تثبتها او تنفيها تمام فانت ما يعني الاضافة عيتك رح تكون مبينة انه هل عم تضيف اشي زيادة او اشي اقل من اللي اثبته رح يكون الاشي مبين وواضح قدامك انه هل الاشي تاعك سيضيف اشي جديد او لا بحكيك it is very rare to find a paper that is original from A to Z يعني صعب جدا انه بني ادم يكتب بحث من اول الاخره كلياته هو اختراه مثلا بدك تعمل معادلة رياضية مش معقول تقود تثبت انه واحد زاد واحد يسوي اثنين لا فيه شغلاتها بديهية شغلات انت بتاخدها من مصادر موثوقة ما في داعي انك انت تقوم فيها بنفسك بحكيك برضو مثال ثاني such as in meta analysis you can do a research about a topic that have been addressed before but the point is to add more to it المتااناليسي شو هي بتجيب عدة بحثات تمام عن نفس الموضوع تصير انت تبحث بناتهم وتصير الدق فيهم بحيث انك تطلع بشغلات جديدة تقدر تعممها فالعامل المهم انه but the point is to add more to it انك طالما انت عم بالضيف طالما انت بالسليم طيب كيف ممكن تضيف ماذا امثل على الشغلات الممكن تضيفها بحكيك bigger study انك تتكبر الدراسة نفسها تعطيها وقت اطول دائما ووقت اطول اكيد حيكون احسان more rigorous methods انه الاساليب تستخدمها صارمة اكثر more significant numerical methods الارقام تستخدمها دقيقة اكثر different study population تغير الناس الارقام تدرسهم clinical issue important برضه اتدقيق على الشغلات اللي جواه للكلينك نفسها العيادة نفسها انه تأكد انه كل امور تعييتها تماما تماما هذه بالنسبة للoriginality study grows بحكيها reasons why participants in clinical trials may differ than patients in real life يعني هل البني ادمين اللي انت بتعمل عليهم دراسة بالعادة بيكون هم نفسهم بالمجتمع لا بش بالضرورة ممكن يختلفوا وبرجع هذا الاشيء لكثير شغلات منها degree of illness than real patients بعاد الناس انت تعمل عليهم دراسة سيكون مريض وظاهر علي المرض وعشان هيك انت بتعمل علي الدراسة مش دل الناس العادة العادية ممكن يكون هم مريض بس بش عارف اصلا انه مريض او اعراض خفيفة فبش دائما نفس درجة المرض اللي بين العينة وال population different ethnic groups and life styles اختلفات عرقية اختلفات بأدماط الحياة participants in clinical trials مريضة مثلا افرضنا نعرف انه التمرين هذا بفيد او بضر لظاهر مثلا البني ادمين اللي بتعلمهم التمرين هذا انت بتكون شايفهم قدامك كيف بعملوا التمرين بعملوا بطريقة صحيحة ولمد مناسبة بتتأكد انهم ما بسحبوا على التمرين بعملوا كل يوم اما من ادم بالبيت انت مش متأكد له انه عم بعمل كل يوم ممكن برضه يسحب عليه مرات ممكن بعملوا بطريقة خاطئة فدائما اللي عندك بتقدر تعطيهم attention اكثر واحتمام اكثر Unlike regulations clinical trials participants have no conditions other than the one with the study مثلا انا بدي اجي اعمل دراسة عن مرض الضغط تمام ما بصير اجيب بني ادم عنده مرض ضغط وسكري مثلا وغدة ضرقية وكل هاي الشغلات وعمل عنه دراسة ليش؟ ممكن تداخل وتأثر مع بعض بجيب انا بدي ضغط بجيب واحد بس معه ضغط وباقي كل شي عنده سليم مع اساس انه اتأكد انه كل هاي الشغلات لها علاقة بالضغط مباشرة اما الناس عاديين انت ما بتضمام يمكن يكون معه ضغط سكري ضغط اي اشي ثاني فباش دائما تقدر تتعمم علينا انه ممكن تكون فيه تداخلات none of them smoked drunk alcohol or rethinking the contraceptive pills لحبوب من الحمل يعني زي ما حكينا قبل شوي انه انه انت ما بدك ايش يأثر ومعروف انه الدخان و الكهول الكولاتها شغلات تأثر وممكن تعملنا بايوس بحكيك السؤال بعدي How were the participants recruited كيف انت جمعت الناس هذول بحط لكم مثال You could recruit respondents by putting an advertisement in the local newspaper if you want to do a survey of users view of hospital community department انت مثلا بدك تعمل دراسة عن الناس اللي يجوا على قسم الطوارئ بالمستشفى بتروح بتنزل اعلان بالجريدة انه يلا يا جماعة اللي اخر مثلا اللي فات على الاسبوع الماضي على الورف الطوارئ يجي هذا الاشي بحكيك ليش This method would be a good example of recruitment bias هرح يعملنا بايوس ليش Since the sample you obtained would be skewed in the favor of users who were highly motivated to answer the question and like the to read the newspaper انت مثلا هون صار عندك بايوس ليش انك خطط فئة محددة بس ما اخط تعينه شامل لكل المجتمع اللي هي مثلا بالحالة هاي ممكن من الكبار السن هم اللي يفضلون خلاؤه الجرائد Who was included in the study بحكيك زمان مش كل الناس كانوا نضيفهم على الستدية وهذا كان اشي خاطئ In the past clinical trials routinely excluded people with co-existing illness مثلا معهم امراض سابقة If they did not speak english ما بحكم If they are taking certain other medication اذا اخذوا مثلا ادوية ثانية مرات كانوا كانوا انهم كانوا اميين ما كانوا يعملو لهم بحكيك This approach maybe experimental clean ممكن كتجربة انه عادي تكون اشي طبيعي But since clinical trial results will be used to guide by practice in relation to wider patient group يعني انت هاي تعملها generalization تعممها على المجتمع فالاحسن انك تكون ايش تكون شامل كل الفئات هاي كونهم فئات من المجتمع Who was excluded from the study من الناس اللي استثنناهم من الدراسة لو بنا ناخد مثال انا بدي اعمل دراسة عن المضاد الحيوي الحيوي المعين تمام انه مثلا خلال تم يوم رح يقضي على البكتيريا انا هل اشي منطقي انه اجي اجرب المضاد الحيوي على مريض عنده ايدز لا طبعا ليش انه منعته امات الهواء ويش هتساعد المضاد الحيوي فعشان هيك اشي طبيعي انه يتأخر فبحكوك الناس هذول اللي عندهم شغلات بتأثر بالعادة منستثنيهم حتى من ال random clinical trials بحكية may be restricted ممكن انه نمنعها to patients with moderate or severe forms of disease يعني اللي عندهم امراض متوسطة لشديدة ليش a policy which could lead to false conclusion about the treatment of mild forms of the disease لانه انا هل الاشي اللي بمشي على الشغلات المتوسطة والشديدة مش بتضرورة يمشي على الشغلات المال اللي هي الخفيفة this has practical implications when clinical trials are used to dictate the best practice in primary care in other patients where the spectrum of disease is generally milder يعني لو انا بدي اعمل دراسة حتى احدد ايش المضاد الحي والانسب اللي استخدمه بالمراكز الصحية والهي ايش primary care يعني انه شغلات اولية في الشغلات كثيرا فبالعادة بكون الاشي مالدر اخاف فما في داعي انه اروح اجيب ناس الحالتهم سيئة جدا وادرسهم طيب where the participants studied in real life circumstances هل الظروف اللي عملت فيها الدراسة مشابهة للحياة الطبيعية والله هي مختلفة تماما ميحكي لك where they admitted to the hospital purely for observation did they receive detailed explanation هل وضحت لهم the potential benefits of the intervention هل وضحت لهم المنافع تعييت التدخل بالدعمة مثلا the company who funded the research providing new equipment that would not be available to the ordinary clinician يعني هل لجبت لهم اشي جديد العينة انه معدات جديدة كل هاي الشغلات these factors may cast up in the applicability of its finding to your own practice but not the validity of the study بحكي كل هاي الشغلات ممكن انها ممكن تشكك شوي او انها تلخمر بني آدم شوي تماما بس بش انها بتلغي the validity of the study يعني مش معنى انه لو ما كانوا نفس الاشي انا بحكي لا هذا ال study تعييت هذه الدراسة بش صالحة بالمرة السؤال بعدي was the design of the study sensible معقول منطقي the most fundamental question in any paper is what specific intervention or another maneuver was being considered what was it being compared واذا حكينا ايش اللي بدنا ننتبه على وشو الشغلات اللي قارنناه حتى نحكم انه اوالله صار فارق مصارش فارق remember that authors frequently misrepresent what they did not what they did and overestimate its originality and potential importance بحكيك برضه انه انتبه دائما ان البني آدم طبعا ايش طبيعا انه الانسان اللي عامل ال research يكون ايش ببالغ وقاعد بحكي انه انه هذا اصلي وانا كله عامله وكل هاي الشغلات وانه هذا اشي جدا مهم مش بالضرورة يكون زي ما هو بحكي بحكيه 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 تبعوش تبعوش يعني هاذ قاسر الاشي 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 اقد انا كنت ناوي اقيسه زي ما اخذنه بالمحاضر الاولى انه هل جاوبت السؤال انا كنت هالي طرحته صح وهل انا جاوبت هذا السؤال بطريقة صحيحة؟ هذه نفس الاشي and that changes in this outcome may directly reflect changes in the status of the patient وهل التغير بالمدخل التاعي اللي انا بعتقد انه في عداقة بين هذا الاشي وانه بسبب لهذا الاشي هل لو غيرت وزدت او ناقصت رح يزيد او ينقص الاشي؟ هل لا؟ وهذه كلها تعتبر من الشغلات بتزيد validity تعييه ال research Was systemic bias avoided or minimized حكينا مستحيل انك تشيله بالمرة ولكن تستطيع ان تتجنمه وتقلل منه ماذا هو systemic bias systemic bias is anything with ironically influences that the conclusions about groups and stored comparisons يعني اي شي بيأثر على الاستنتاجات تايتك او انه بتكون فيه اختلاف بين الغروبات التي انت درسها whatever the design is the aim should be for the group being compared to B as like one another as possible except for the particular difference being examined يعني انا جبت مجموعات معينة تمام؟ كلياتهم لازم يكونوا نفس الظروب مثلا اعمار المتقارب نفس الجنس نفسها نفسها الا بالشغل الوحدي اللي انا بدي ادرسه مثلا بدي اعرف تأثير الدخان على السرطان الرئة لا لازم اجيب مجموعتين كلياتهم نفس المواصفات بالضبط الا ناس معينين ناس بيدخنوا ناس بيدخنوا they should receive the same explanation have the same contacts with the health professional and be assessed by the same number of times by the same assessors using the same outcome measure يعني برضو بحكي لك انه لازم نوضح لهم شو نعملهم بالضبط لازم انه الدكتور يمر عليهم بشكل دوري وبيكون انه بشكل متساوي برضو يعني مثلا الدكتور بيفوت عليه ثلاث مرات وليوم برضو المجموع الثاني ثلاث مرات وليوم نفس الاشي على اساس اح using the outcome measure على اساس انك تكون قللت البياس هنا بحكيه عن randomize control trials اللي هم حكينا عنهم قبل و اللي هم نستخدمهم بال quantitative اكثر كيف نتخطى البياس اللي فيه systemic bias is avoided by selecting a sample of participants from a particular population and allocating them randomly to the different groups يعني اول شكل حكيه زمانه هي انه نزيل عدد السامبل و الشغل الثاني انه ايش يكون الاشي راندم شكل عشوائي لحتى نظن انه ممثل لكل الناس non-randomized اللي هم نستخدمها اكثر بال qualitative control to the clinical trials comparing two groups that had inherent self-selected differences even before the intervention was applied يعني هاي المجموعتين انا بكون محدد يعني عمداً اخترتها 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 ايه اخترتها ايه شغلات مختلفة انا بدي ادرسها فيهم بيحكيك النن randomize control trial use your common sense to decide if the baseline difference between the intervention and control group are likely to have been so great as to invalidate and any differences ascribed to the effects of the intervention يعني بدك تستخدم الحدث تاعك تمام والاشيء المنطق تاعك اللي عندك عساس انه تقرر هل الاختلافات هاي الموجودة كبير اكتير لحتى انه بتشيد الفاريتي التاعيتي ولا لا ولا انها كل اياته شغلات طبيعية ويمكن انه المقارن بيناتها يعني البنياء اللي بيعمل البحث راح يجيب لك ويوضح لك ليش ايش القروب هذا فيه و ايش القروب فيه وشو مختلفين عن بعض وليش ان اخترت هاي القروب وليش هاي اخترت هاي القروب وانت لحاتك بتصير تقرر انه شو هتعمال او كيف هتفهم هاي الدراسة الكوهورت ستادي و الكيس كونترول ستاديز طوقة درستوهم بش متأكد بس هم يعتبر ثنتين ابزورفشنال ايش يعني ابزورفشنال يعني الدراسة انت بس بتطلع بتراقب ما بتعطيهم اشي ما بتعطي الناس اشي معين انت بس بتراقب الشغلاتين سواء الكوهورت او الكيس كونترول شوفك بناتهم الكوهورت انك انت بتشوف بتجيب بني آدمين تعرضوا للإكسبوجر تمام مثلا بدك تشوف علاقة بين حكينا سرطان الريئة والتدخين بتجيب ناس مدخنين ناس بش مدخنين وتخليهم عندك مثلا عشر سنين بعدين بتشوف مين من المدخنين صابوا سرطان الريئة ومين من المش مدخنين مصابهوش وتقارن بناتهم كيس كونترول ستاديز لا بالعكس مش بالمستقبل بالماضي بتجيب ناس قريب انتهم سرطان الريئة تمام بعدين بتشوف انه هل كان مدخن ولم كان مدخن فهي ثرق بين كوهورت والكيس كونترول ستادي بحكيه The selection of a comparable control group is one of the most difficult decisions facing the authors of an observational cohort or case controlled study انك تلاقي مجموعة اللي هي الكنترول اللي هي انه مثلا الناس بدخنوا الناس بدخنوش انك صعب جدا انك تلاقي ناس متشابهين جدا 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 الا بهاي الشغلة انه يعني مثلا نفس العمر نفس الجنس نفس النمط الحياة نفس كل هاي الشغلات الا بانه بدخنوش صعب كثير فهاي اصعب خطوه بال observational studies اللي هم سواء كوهورت او case control بحكيه الكوهورت ستاديز زي ما حكينا هل ممتشابهين بكل اشيء الا انهم تعرضوا الاشي اللي بدنا ندرسه بحالة نهاية الدخان ناس تعرضوا الدخان و ناس لا اما بالcase control study بختلف اشيء The experiences of individuals with and without a particular disease are analyzed retrospectively ايش يعني retrospectively يعني بأثر رجعي يعني بايش زي ما حكينا لا ترجع لزمان انت بتشوف بني ادم هل مع المرب او لا و بترجع لورا ايش يعني ايش يعني بحكيه بشو وين البياس ممكن صير بالcase control study هل بال هل انه النتائج لا دائما تصير المشكلة بالاش بالكاسنس بالهول الاشي المسبب و انت بدك تعرف انه هل كيف بدك تعرف انه هذا الاشي كان متى مثلا عنده سرطان ريئة بس هل كلهم رح يكونوا صابهم سرطان ريئة بنفس الوقت اللي انت بتعمل فيه الدراسة تعييتك اكيد لا يعني فبحكيك انه برضه هاي الشغلة صعبة انك تعرف متى كل واحد ان صاب و متى هاي الشغلات لانها انت بدك تقدر انه تعمل بحث صحيح فلازم تكون فهي هي الشغلة اللي بالعادة بصير فيها بياس انه انت بش متأكد متى بالضبط صار الناس معهم هاي الشغلات ذات assessment of caseness ان a case control must be done regarding and objectively if system of bias is to be avoided يعني او انا بدي اغير البياس لازم ايش اكون صارم و لازم اكون موضوعي لازم تكون المعايير تعيتي حتى احدد انه البني ادم هذو عنده المرض او عندهوش جدا واضحة للكل بحكيك هون was assessment blind ايش يعني بلايد يعني اعمى هل كان البني ادم اللي بعمل اللي براقب اعمى بش انه بشوف او هل انه كان بعرف الناس اللي عم بعملهم شو عم بعملهم ولا لا بحكيك it is rare for two competent clinicians to reach complete agreement for any given aspect of the physical examination or diagnostic test يعني صعب جدا انه يكون في عندي طبيبين تمام يتفقوا بشكل مطابق على طريقة اللي مثلا يعمل الفحص او سواء physical examination او diagnostic اللي هو فحص مخبري او ايش صعب جدا تلاقي اثنان بعملوا نفس الاشي بالضبط فعشان هيك احنا منحاول انه يكون اشيء لانه لو خلينا نفس البني ادم بعمل نفس المجموعة دائما هذا الاشي رح يكون غلاط و رح يطينا بيص عن الثاني فبيحكيك if who assist outcome know which group the patient they are assisting was located to it's going to be a waste of effort to attempting behind the assessment يعني لو انك انت بس قاعد كل بني انا عم بعرف وين عم بيروح هذا الاشي رح يكون زي كدنك بضيع وقتك على الفاضي لانه المفروض انه يكون الاشي عشوائي ما احدا بيعرف لا الدكتور يعرف شو عم بيعطي للمريض ولا المريض يعرف شو الدكتور عم بيعطيه اساس انه يكون الاشي بلايند اعمى ويكون دقيق اكثر طيب نكمل بحكينا بريلمانيري بريلمانيري اشي تمهيدي اشي اولي مش اشي بلوب الموضوح فنانستاتيستيشان تند only to look for three numbers in the method section of a paper يعني هي مش اشي احصائي بحت انما تهتم بثلاث شغلات اللي والاشي الاول ذا size of the sample الحجم العينة ذا duration وفلو اب قداش انا استمرت وانا بعمل الدراسة داعيتي هل الكل كمل للنهايه ولا لا فاول شي بحكيك sample size a crucial prerequisite before embarking on clinical trial is to perform sample size power calculation يعني اشي جدا مهم قبل انك تشرع او انو تبلش باي clinical trial اي تجربة جو العيادة او اشي زي هيكة انك تكون محدد حجم العينة اللي عندك الترايل should be big enough to have a high chance of detecting as statistically significant a worthwhile effect if it exists يعني حكينا دائما حجم العينة لازم يكون كبير حتى يعطيني انو اشي احصائي دقيق انو بقدر استفيد منو underpowered sample size is ubiquitous in the medical literature يعني العينات اللي بكون حجمهم قليل انو اشي شائع جدا بالمجال الطبيل because the author find it harder than they anticipate recruiting their participants يعني دائما الاشي اصعب من انك من بتتوقع انك تجيب ناس يرضو يعطوه يجربو اشي طبيعي كلنا الناس اكثر اشي بتخاف عليه صحتهم زي مثلا كيف بتنفسه انو كل الناس بدهاش كانت انو تاخد المطعوم وهيك انتو جايبين جربوا فينا ومنها الحكي فبحكيه لك انو لما يكون في عندي underpowered sample size يعني لما يكون حجم العين خليل بصير عندي type 2 error ايش معنى type 2 error The error is concluding that an intervention has no effect يعني انا استنتاج خاطئ عندي انا بحكي انو هذا ملهوش انو الاشي اللي انا عم بعطيه للمريض ما الو اي دخل بانو يحسن من حالته اجزاء هيك فهذا انو استنتاج خاطئ فمتسميه type 2 type 1 العكس type 1 انت بتحكي انو فيه الو دخل هو فعليا ما الو دخل type 2 لا انت بتحكي انو ما الو دخل بس هو فعليا الو دخل فهذا هو type 2 error متى بنشأة type 2 error اذا انو كان underpowered sample size حجم العينة عنده صغير وحكيين type 1 error العكس وانت بتحكي انو فيه دخل بس فعليا انو ما انت عساس صار فيه error خلال عملية السامبلين صار فيه بيس هو اللي خلاك تحس انو فيه فرق بس هو فعليا ما فيه فرق هوا نحط لك clinically significant effect may not be the same as a statistically significant effect يعني الفرق الفعلي تمام مش بالضرورة يكون نفس الفرق اللي على الارقام بيعطينا مثال حتى انو نفهم بحكي لك جبنا دواء جديد هاد الدواء ايش بنزل ضغط الدم بمقدار عشرة عشرة مليمتر فهل هال اشي معناه انو بالارقام هاد الاشي منيح ليش لانو انت لما تتقلل ضغط الدم رح تقلل فرصة انو ايش يصير معك جلطات هسه هاد الاشي بالضرورة صح لا افرض انا بني ادم معاي اوك معاي هايبرتنشن معاي انو ضغط بس بيش بيش كثير عالي مالديرياز يعني مرتفع بشي قليل فانا هيك هيك اريدي انو نسبة اصابتي بال استروك قليلة فانت لما تنزل عشرة عشرة مليمتر هتستفيد بس بيش هال اشي العظيمة بحكي لك واحد من كل ثمانية وخمسين رح يستفيدو وهي نسبة كثير قليلة بيش مقني على انو بايبني ادم ياخذ هاي الحبوب فعشان هيك بيش دايما انو تأثير كبير خلصنا اللي هي سامبل سايز بنحكيها سان دوريشن تفلق حكيانا مهم انو يكون الوقت مناسب لالاشي لامنامه زي ايش بحكي لك انو 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 مسكن للانم انو انو الوجع اللي بيكون بعد العمليات تمايهي هاف نيدد افولو اوب بريد افورث يعني يومين وخلصنا ليشده اكثر من هيك يناك لانو مسكن للانم اما مثلا بحكيك بحكيك يعني انا عم باطن مكمينات غذائيه لناس هما بالحضانه هاسه هل المعقول يوم يومين اتابع اكيد بني ادم فايت وهو بش عارف اصلا شو الترايل هاي وبش فاهم اصلا شو هي بفوت وبطلع مباشرة الناس بتخاف والله انه يصير معي حساسية او ايشي زي هيك او انه يكون مضاعفة جانبية خطيرة لدواء معين البني ادم بطل عنده حماس ولا اي دافع لحتى انه يكمل الدراسة هاي ممكن مثلا يمرض اذا كانت مرة ممكن تحمل وهيكا لست فول اوب انه patient moves away يعني انت المت تسحب على المرضو تمام ما تتابع معهم باول باول الناس ها انه هتتركك اكيد او الdeath دي هو الموت هل بقدر انه انا كبني ادم بس هل بقدر اني اقدري ال statistical test او طبعا السؤال واضح هذي author use any statistical test at all يعني انت بتسأل ايش القيام اللي استخدمها ايش القيام الاحصائية اللي استخدمها بالبحث if they are presenting numbers and claiming these numbers mean something without using statistical method to prove it they are almost skating on thin eyes يعني اذا هو بلا بس بيجيب لك ارقام بزيتها وبحكي عنها بدون اي دليل ولا انه اي ترابط بقانون احصائي او ايش زي هيك they are almost skating on thin eyes او زي ما منحكي انه احنا انهم عم بهبدوا اخر الشغل بالمحاضرة هاي اللي هي probability and confidence بدنا نفهم شو يعني P-Value اللي هي نسبة انه الاوتكم تاعي صار بالصدفة is the probability that any particular outcome would have rising by chance مثلا انا عم بجرب مضاد حيوي على الاتهاب اللواز بني اذا ممكن يكون طاب بدون يعني جسم خلص تعافح بهاد بدون ما انه يستفيد من مضاد الحيوي هاد فهاي النسبة اللي كم ممكن انه الاشي اللي صار بشأن الصدفة فقط نسميها P-Value Have P-Values been calculated لازم تسأل انه هل P-Values انه تم احتسابها بطريقة صحيحة و انه الشكينا فيها بطريقة صحيحة Have Confident Interval have been calculated and to the author's conclusion to reflect them كل هاي الشغلات مهمة شو كم بالضبط بحكيك P-Value اقل من 5% statistically significant يعني اذا انه نسبة الصدفة لهذا الموضوع انه صار بالصدفة اقل من 5% بعتبر انه كافي احصائيا اما انه كان اقل من 1% فهو كافي جدا statistically highly significant هو جدا جدا عالي و ممتاز result in the statistically significant range انه كان اقل من 5% اقل 1% suggest that the authors should reject the null hypothesis اشياء null hypothesis يعني انك تحكي null hypothesis يعني انه مافي اي ترابط بين هاي الشغلة و هاي الشغلة the hypothesis that there is no real differences between two groups يعني انا الغروبين هذول غيرتهم مافي اعطيت هذا اشي وهذا اشي انت بتحكي انه الاثنين نفس الاشي ماصار في اي 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 اشي اي اشي زيادة او اشي اختلف فهذا اللي هي هاي null hypothesis فانت بترفضها قاعد لانه فعليا صار في خطأ لانه نسبة الصدفة اقل من 5% وهي تعتبر اشي جدا منيه فبنقدر نجزم انه لانه لانه لا خطأ اما اذا كانت اكثر من 5% في نسبة ال p-value tells you that either there is no difference between the group or there were too few participants to demonstrate such a difference if it existed it does not tell you which يعني هل اذا انه مثلا افرض انه نسبة هاي كانت عندي 20% هل معنى هذا الاشي انه هل فعلا انه الاشي صح لا مش بالضرورة ممكن تكون لا ممكن تكون اه ممكن لا لكن انه طالما تعيتها عالية هي بتقلل من الجودة تعيه البحث تعيه وبتأكد انه ممكن تكون هذا الاشي بدافع الصدفة بش بسبب الاشي اللي انا فعلا اطلته للناس وهيك نكون خلصنا المحاضر الرابع اي جزاه الخير اي بزور على الملف اللطيف ويعطيك العافية جميعا